وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا لتوفير التقطية الصحية في كل المحافظات وجاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي بمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حيث اطلع على نتائج المبادرات الرئاسية المختلفة وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية وجه رئيس السيسي باستمرار العمل أعلى إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمط وزير قطاع الأعمال العام واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية لا سيما من خام التانتالوم الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة مثل مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل مشدداً على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكهم مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطط الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجهاً في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة للوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين أيضاً مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية وبحيث يتم توفير تعطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة